وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغارب المقيمين بالخارج ناصر بوريطا تبحث بالرباط مع رئيسة مجلس الشيوخ بمملكة إسواتيني دلاميني لينديوي وعقب المباحثات قالت السيدة لينديوي إن بلادها ترغب في استلهام تجربة البرلمانية المغربية نحن هنا اليوم في المملكة المغربية للأخذ من التجربة البرلمانية المغربية لأن إسطونيا أطلقت ورش بناء مقر للبرلمان وارتأينا الأخذ من تجربة برلمانية من مملكة بإفريقيا المسؤولة الإسواتينية كانت قد أجرت مباحثات مع رئيس مجلس النواب راشيد طالب العالمي أشهدت خلالها بالانخراط القوي للبرلمان المغرب في الدفاع عن القضايا التي تهم القارة الإفريقية وخاصة ما يتعلق بموضوع الهجرة وحقوق الإنسان والتنوع الثقافي والحضاري وكذا سياسات المملكة فيما يخص النهوض بأوضاع المرأة والمساواة بين الجنسين تبادل التجارب والخبرات مع البرلمان المغربي مهم للغاية للاستفادة المتبادلة من الممارسات الفضلة في العمل التشريعي والإداري والتقني رئيسة مجلس الشيوخ بمملكة إسواتيني أكدت على أهمية تبادل التجارب والخبرات مع البرلمان المغربي مشيدة في ذات السياق بعمق وتطور الممارسة البرلمانية المغربية